موسيقى موجة العاشرة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم أعلن نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان محمد حمدان دلق حميتي فجر الاثنين الاستعداد للعمل مع حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لتحقيق تطلعات الشعب السوداني حسب ما جاء في تدوينة له عبر فيسبوك واعتبر أن توقيع الاتفاق السياسي جاء معبرا عن مبادئ وأهداف ثورة ديسمبر ودعا حميتي الشركاء الدوليين والإقليميين إلى مواصلة دعم السودان وصولا للتحاول الديمقراطي المنشود وقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية وكان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وقع اتفاقا سياسيا مع حمدوك بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو الشهر رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية لفراجة بكفالة عن ستة مهاجرين مغاربة فروا من طائرة حطت بمطار بالما في جزيرة مايوركا بعدما ادعى أحدهم إصابته بطار إنسحي وتم اتخاذ القرار من قبل محكمة التحقيق رقم اثنين في الإنكا فيما لا يزال تسعة ركاب هاربين ويشتبه المحققون في أنهم ربما تلقوا المساعدة مثل الأربع الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي في بلازا دي ساب بوبلا وهي بلدية بها جالية مهمة من المغاربة أكد رئيس اللبناني ميشيل عون موقف بلاده الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما السعودية ودول الخليج مشددا على متابعته الشخصية لحل الأزمة المستجدة وأكد عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين عشية العيد الثامن والسبعين للاستقلال أكد على موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة خاصة الخليجية منها أزمة أخرى استجدت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج أدت إلى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان وإلى تداعيات سلبية على عدة صعود بما فيها الواقع الحكومي وهنا أعود وأؤكد على موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما منها دول الخليج انطلاقا من ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبينما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات خصوصا وأن مقتضيات النظام الديمقراطي في لبنان تضمن حرية الرأي والتعبير وأنني أتابع السعي لحل هذه الأزمة المستجدة وأمل أن يكون الحل قريبا أشار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إلى أن المفوضية الانتخابات في بلاده تتعرض لضغوط سياسية وأمنية وذلك قبل أيام قليلة من إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية وفي بيان نشره على حسابها عبر تويتر أكد الصدر نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها وحذر الصدر الذي تصدر تياره الانتخابات وفق النتائج الأولية من التدخل في عمل القضاء والمحكمة متهما أطرافا لم يسميها بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات حتى يتمكنوا من مجارات الكتلة الأكبر ليتمكنوا من تعطيل حكومة الأغلبية التي استاءوا من بوادر إشراقتها بحسب قوله قالت السلطات في ووكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية إن بعض الأشخاص قتلوا عندما اقتحمت سيارة رياضية متعددة لاستخدامات أحد عروض عيد الميلاد بالمنطقة مساء الأحد وأضافت أنه تم أيضا نقل أحد عشر من البالغين واثني عشر طفلا إلى مستشفيات المنطقة جراء الحادث وأفادت وسائل إعلام أمريكية سابقا بأن السيارة اقتحمت مهرجانا في أحد شوارع ويسكونسن مختلقة إجراءات الشرطة لتأمين العرض ما أصفر عن إصابة عدد من الأشخاص وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة مسرعة تخترق المسيرة من الخلف وفي مقطع ثاني بدأ أن الشرطة تفتح النار على السيارة قبل استدامها بأحد حواجز الطريقة ذكرت وسائل إعلام رسمية السعودية في وقت مبكر من يوم الاثنين أن قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية أعلنت رصد مؤشرات خطر وشيكة يهدد الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر وأضفت التقارير أن التحالف رصد تحركات ونشاطا عدائيا لقوات الحوث اليمنية باستخدام زوارق مفخخة وقال التحالف إنه يتخذ إجراءات لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة فيما لم تذكر التقارير مزيدا من التفاصيل قال قائد سلاح البحرية بالحرس الثوري الإيراني أدميرال علي رضا إن بحرية الحرس الثوري قدمت تسعة جنود قتلوا في معارك مباشرة أو قتلوا في معارك مباشرة مع الأمريكيين للدفاع عن سيادة إيران في الخليج وأضف أدميرال في كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني السابع للطلاب التعبويين قائلا لم يعلن عن بعض الاشتباكات مع الأمريكيين في وسائل الإعلام لسبب ما ومقابل التسعة الذي ضحوا في معارك مباشرة مع الأمريكان تمكن من تسديد تسع صفعات لا تنسى لهم بفضل الله تعالى وقد أدرك اليوم سيادة الجمهورية الإسلامية في الساحة البحرية حسب قوله نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر